وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أكد رئيس مجلس الوزراء الحرصة الشديد على متابعة حركات الأسواق وتوافر السلع للمواطنين في ضوء الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا مع الجهات المعنية لخفض الأسعار واستدامة توفر السلع في الأسواق المحلية وشدد مدبولي على متابعة ورصد الحكومة موقفا خفاض الأسعار تنفيذا للتوجهات الرئاسية في هذا الصدد واتساقا مع اتخذته الحكومة من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية بما يساهم في زيادة حجم المفرج عنهم من سلع وبضائع وفي سياق آخر أكد مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين من خلال تذليل مختلف المعاوقات أمام دفع وزيادة الصدرات المصرية